معي عبر أقمار صناعية من الرياض الخبيل الاستراتيجي والعسكري المحلل السياسي حسن شهري الحديث أكثر عما خرج به البيان الختام من اجتماع وزراء خارجية العرب يعني العنوان واضح العنوان الأبرز الوقوف بجدية ضد الممارسات الإيرانية حسب الجبير زادت جبهات المواجهة مع إيران مع خيارات الحرب بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك تحية لك والمشاهدي القناة أهلا وسهلا هذا الاجتماع ليس الأول في يناير عام 2016 كان هناك اجتماع مواثل دعت إلي السعودية بعد الاعتداء الآثم من قبل السلطات الإيرانية على البعثات الدبلماسية في السعودية في طهران وفي مشهد وهذا الاجتماع الآخر أيضا يأتي من طرف السعودية لاعتداء إيراني يصل إلى مرتبة إعلان الحرب وهو استهداف الرياض بصاروخ بالاستي عن طريق عمالهم في اليمن وعن طريق خبراء إيرانيون من حزب الله الحقيقة أنا كمتابع عندما أنظر إلى الهدف من الاجتماع ووضع حد للانتهاكات الإيرانية فإن تحقق فهذا سكف عالي للأمة العربية والأمة العربية تضع نفسها على خارطة العالم المتحضر القوي حاليا أتمنى أن يكون ذلك قوي البيان الختامي أيضا يدل بوضوح أن هناك توجه عربي قوي قد يقود إلى عقد قمة عربية لاتخاذ قرار ما تجاه إيران لأنه أيضا البيئة الدولية الآن مناسبة الولايات المتحدة فرنسا أيضا دعت إلى الوقوف مع الحلفاء واتخاذ إجراءات حازمة ضد إيران وضد حزب الله أنا أعتقد أنه لا زالت المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها وبذات في الإمارات والبحرين والكويت ومصر تعمل ضمن الدمولماسية الناعمة قد ننتقل إلى التكتيك يوم 26 هذا الشهر باجتماع وزراء دفاع التحالف العسكري لمكافحة الإرهاب إذا لم تتحقق على الأقل وفي لبنان بالذات وتعود لبنان الدولة إلى سلطاتها الحقيقية بعيدة عن اختطاف حزب الله لها وإلا أنا أعتقد أنه سننتقل لمرحلة السياسة الناعمة أو الدولماسية الناعمة إلى مرحلة التكتيك عن طريق التحالف العربي الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب والدول العربية عام 2016 عن هذا التكتيك أود فقط الإشارة إلى أن الدول العربية جمعها في المؤتمر السابق 2016 في شهر هنائر اعتبرت حزب الله حزب إرهابي معدى العراق ولبنان بالسياسة الناعمة التي تحدثت عنها وواضح إلى الآن أبو الغيد بالمؤتمر قال بالبيانة الختمة على إيران أن تراجع سياستها تجاه المنطقة وأن توقف تدخلاتها هل مازال الباب مفتوحا أمام دبلوماسية واضح ولكن هل ممكن أن تغير سياستها إيران؟ لم نعتد ذلك منها معلأسف معلأسف القيادة الأمريكية السابقة في عهد أوباما فصلت بين الملف النووي وإعطاء إيران الكامل المشروعية في تمدد في كل مكان ولكن تصرف هذه المرة من قبل دول العربية مختلف تماما عن مكان قد سبقه بكل الفترات مثل موقف إيران الذي دائما لم تتغير ودائما نفس الممارسات هذا التصرف المغير هل ممكن أن يقابله تغير أيضا من قبل إيران؟ يعني الحناء للعاصفة على الأقل إيران ستنحني للعاصفة الآن أو آجلة لماذا؟ الاعتداء عن مملكة العربية السعودية لن يمر دون عقاب وأكد ذلك المملكة العربية السعودية بمفردها أو مع حلفائها ستعمل من أجل بتر أذرع إيران في المنطقة وسيكون حزب الله كما أشار مع الوزير السبهان عبرة لمن يعتبر ومن لا يعتبر سنجعل من إيران الحية الرقطة في طهران تعض ذنبها وسننقل المعركة إلى أحشائها كما أشار سموه للعهد لدينا في المملكة العربية السعودية هذا لم يعد خيارا أصبح ضرورة لا يمكن القبول أن تعتدي إيران على المملكة العربية السعودية على البحرين بتفجير أموب النفط قبل عدة أيام وعلى اعتداء آثم ومكثف في اليمن 15% من المساحة اليمنية لا زالت تحت هيمن الطهران بإقليم آزال بشكل كامل في شمال اليمن إيران إن لم تعود للدولة بدل الثورة وبدل الإرهاب وإلا ستجد عقاب من المملكة العربية السعودية والدول المتحالفة معها وأيضا من العالم البيئة الدولية الآن الاستراتيجية في مستوها الدولي مناسبة والإقليمية مناسبة لأن تفهم إيران الرسالة وتعود إلى إيران الدولة وإلا ستنقل المعركة إلى داخل إيران وستدك رأس الأفعى في طهران مباشرة أنا أشكرك جزيلاً كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من الرياض الخبيل الاستراتيجي والعسكري المحلل السياسي حسن شهري شكراً سيد حسن شكراً سيداً